نعم تسبيح يعني أولا صباح اليوم استفاقت القدس على عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وجرح آخرين هذه العملية استغلت من قبل كل السياسة في إسرائيل للعودة والتعريض بحركة حماس والقول بأنها تمارس الإرهاب ضد إسرائيل وأن الرؤية الإسرائيلية بضرورة العودة وقتال حركة حماس هو أمر مهم وهو أمر واجب إسرائيلي لكن من جهة أخرى اليوم أيضا كانت هناك سلسلة من اللقاءات لوزير الخارجية الأمريكي مع قائمة طويلة من مساعديه لشؤون الشرق الأوسط أولا مهمة هذه الزيارة لوزير الخارجية الأمريكي هي أولا استمرار الهدنة البحث الآن عن خيارات أخرى ربما معادلات أخرى تضمن إدخال فئات جديدة في عمليات التبادل مع حركة حماس الولايات المتحدة تريد ومعنية وهذا ما أوصلته للجانب الإسرائيلي بكل صرامة بأنها معنية باستمرار الهدنة على الأقل لغاية الآن لكن أيضا هناك فهم أمريكي بأن إسرائيل ستعود إلى القتال عاجلا أم آجلا بعد انتهاء هذه الهدنة لأن هناك ستكون مفاوضات صعبة جدا حول الجنود الإسرائيليين في الفترة ما بين انتهاء ربما عمليات التبادل مع الفئات السهلة التي يمكن التوصل إلى اتفاقيات سريعة حولها وما بين الجنود تلك ستكون مفاوضات طويلة وبالتالي في هذه الفترة بين أجهتين ستكون هناك عودة للحرب خاصة وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يقول بأنه مضطر للعودة للحرب بسبب الضغط من الشارع الإسرائيلي ومن كل الجهات في إسرائيل هذا ما أوصله نتنياهو للرئيس الأمريكي ردا على مطالبته بعدم العودة إلى القتال الآن الولايات المتحدة تريد أن يكون هذا القتال مضبوطا وأن لا يجر قطاع غزة إلى كارثة أصعب بكثير مما يشهدها الآن لذا هي وضعت الضوابط لهذه الحرب عدم التهجير عدم حدوث اجتياح ضخم لكل منطقة الجنوب استمرار الدعم الإنساني لقطاع غزة وخاصة سكان جنوبي القطاع خاصة أن كل سكان القطاع باتوا الآن في المناطق الجنوبية إضافة إلى العمل على ما بعد نهاية هذه الحرب ووضع تصورات لما يمكن أن يكون عليه السيناريو لإنهاء هذه الحرب أي فعليا باللغة الدبلوماسية محاولة بناء سلن ملائم لنتنياهو للنزول عن الشجرة العالية التي صعد عليها في الأيام الأولى هذا ما كنا نقوله منذ البداية بأن نتنياهو أطلق تصريحات كبيرة شعارات كبيرة في الأيام الأولى لن يتمكن من تحقيقها مع الوقت ومع دخول هذه الحرب نهاية تقريبا اقترابها من نهاية شهرها الثاني اكتشف نتنياهو بأنه لا يستطيع تحقيق كل هذه الأهداف رغم أنه ما زال يكررها أمام الإعلام الإسرائيلي الآن هناك منظومتي انتخابات أولى في إسرائيل تبدو مؤكدة من ناحية الحدوث ونتنياهو يريد أن يضمن موقعه فيها وهناك الانتخابات الأمريكية التي بدأت الحرب في قطاع غزة تؤثر عليها وعلى الرئيس الأمريكي أن يختار أي الانتخابات مهمة أكثر بالنسبة له انتخاباته في الولايات المتحدة أم الانتخابات الإسرائيلية